قصص حياة القديسين إعداد قناة الملكة والأمير سيرة الشهداء قزمان ودميان وإخواتهما وأمهما إذا كان أول مرة تشاهدون القناة لا تنسوا بالإعجاب بالقناة والاشتراك فيها عاش القديسان قزمان ودميان وإخواتهما وأمهما في مدينة آجس وهي ميناء في أسيا الصغرى في نهاية القرن الثالثة الميلادي واشتهرت والدتهم لعمل الرحمة وإضافة الغرباء وقد رملت في سن صغير فتفرقت لتربيت أولدها فيما خافت الرب وتعلم قزمان ودميان صناعة الطب وكان يعالجان المرضى بلا أجر وأما إخواتهم فمضوا إلى البرية وترهبنوا واشتهر قزمان ودميان ببراعة علاج للأمراض وقد وظبوا على الأصوام والصلاوات الدائمة ومساعدة المحتاجين وفي ذلك الوقت أعلن الملك ديقليديانوس اضطهاد للمسيحيين وأمرهم بالسجود والتبخر للأصنام واستدعاهم لسياس الحاكم ولما علم بإيمانهم بالمسلوب غضب واستدعا إخواتهم وأمهم وأمرهم بالسجود للأصنام رفض القديسان قزمان ودميان وإخواتهم وأمهم السجود إلا للسيد المسيح وحده الذي يستحق السجود وعزبهم الحاكم كثيرا أما هم فكانوا يصلان ويسبحون الله دائما وكان الرب ينقذهم من العذابات وصنع الرب على يديهم عجائب كثيرة وجعل الحاكم يجدف على الإله المتجسد حين دخلته الأرواح الشريرة واستدعا الجنود القديسين للصلاة من أجل شفاه الحاكم فشفاهم ولكن سرعانا ما أمر بتعذبهم وأخيرا أمر الملك بقطع رؤوسهم جميعهم فنالوا إكليل الشهادة وتعيد لهم كنيستنا في 22 هطور و22 بقونة من كل عام بركتهم صلواتهم هؤلاء القديسين تكون معنا آمين